انقضت زيارة الترارزة التي تعد ولاية سادسة طبقا للترتيبات المنتهجة لجولة الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز لموريتانيا الأعماق كما يحل للبعض أن يطلق على سكان الداخل إنها منتصف الطريق في جولة وقف وسيقف فيها الرئيس المتخب على أوضاع ساكنة 12 ولاية موريتانية ويليت صفة الوقوف تركت لراعي الرعية ويليت المنشآت تركت على حالها الحقيقية يقول المتابعون للجولة الرئاسية فأن تطلق منتصفات المباني التي تشرف على طريق مرور الرئيس تلك أبسط محاولات التحايل التي منعه بعضها من تدشين مركز صحي بمقاطعة تركيز حين اكتشف بنفسه حجم اللعب الذي يراد له أن يدشن ليصبح حلم مكافحة الفساد قالب رمادي يلف الفساد والمفسدين على حد السواء حالات متعددة تفرض وجودها في كل محطة بالرغم من التعقيب الصحفي الذي درج عليه الضيف بعد عودته من كل جولة إذ ينتقد فيه البرمجة المقصودة لبعض المشآت عن غيرها ومظاهر الاحتفال الزائدة عن القرض والتملق فهل استسلم رئيس الفقراء في عهدته الثانية للطريقة المثلى لبعض الأغنياء أم أن سكوته عن مجريات الأحداث له ما بعده يحسب للرجل أنه أبقى خزينة الدولة بعيدة عن صرف الأموال على محافظ الزيارات يقول مراقبون عندما اعتمد مستضيفيه على جيوبهم في هذا الخصوص بل يذهب آخرون إلى تمجيده بالقول نعم الطريقة التي تفرغ جيوبا ملئة أصلا في حفلات كهذه من قبل أحمد نسيد أحمد الساحل تيفي نواك شوت